ما تم اليوم من زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان للقاهرة ولقاءه مع فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي اكد الرئيس التركي علي اكد ان بلاده تتقاسم مع مصر تاريخا مشتركا يزيد عن 1000 عام 1000 عام هم تقريبا 1600 ده جد بقى مش هزار من 1517 طيب معربا عن امله في الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين الى مستوى لائق المستوى اللائق هنا دي التي تحتاج كلاما كثيرا وتحتاج وصفا كثيرا بس في نفس الوقت بيبقى فيه نقطة ارشادية كده او نقطة تقدر تسترشد وتتلمس بها التصورات بتاعة المستوى اللائق انه هو تاني هنشتغل على اعادة بناء مجلس التعاون الاستراتيجي ما بين البلدين هذا ما قد يراه الرئيسين التعاون الاستراتيجي ما بين القاهرة وانقرة وانا هنا برجعك تاني لايه لفكرة المحاور العالم محاور طيب هل لدينا مستقبل لمحور ضخم وقوي في المنطقة الاجابة اه ده من وجهة نظري طيب احنا المحور اللي يوسف تاني انا مش بتكلم على اي حد ولا اتحدث بلسان اي حد انا بتكلم على المحور اللي نفس يوسف انه يشوف يوسف مين يوسف ده العبد لله القاهرة انقرة الرياض بلاس وان انا قلتلكم كده مبارح ولازالت دي مسابقة البرنامج طيب تعالى نرجع مرة تانية لتصريحات الرئيس التركي اللي قالها من خلال هذا المؤتمر الصحفي مع فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي في قصر الحكم بالقاهرة الاتحادية انه تركيا ترى ان الارادة موجودة لدى الجانب المصري للارتقاء بالتعاون مع تركيا مشيرا الى انه تم رفع مستوى التعاون ما بين مصر وتركيا على مستوى مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى نسمع كلمة الرئيس التركي بترجمة دقيقة قد رفعنا مستوى تعاوننا الى مستوى مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى وقد عربت بانني انتظر فخامة الرئيس في زيارته الى انقرة من اجل عقد الاجتماع الاول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى واعتقد ان هذا الاجتماع هو سيكون بمثابة مرحلة جديدة في علاقاتنا الثنائية واليوم في مشاوراتنا تحدثنا عن ووضعنا هدفا بان نصل بحجم التبادل التجاري الى 15 مليار دولار في اقرب وقت كما اننا عزمون على زيادة حجم استثماراتنا التركية في مصر وهو بحدود 3 مليارات دولار حاليا كما تبادلنا الاراء ايضا في امكانية اتخاذ تدابير اضافية من اجل زيادة التعاون التجاري والاقتصادي